يبدو أن تدخلات طرأت على ملف عقارية جوني لعدم الغوص في تحقيقات فيه وتكون بذلك المعاملات العقارية متوقفة منذ نحو ثلاثة أشهر تحديداً في بعبدة حيث بدأت التوقفات في ثلاثة أقلام بعبدة علي وشوف ثم المتن الشمالي في عقارية الزلأة في الزلأة خمسون موظفاً صدرت بحقهم بلغات بحث وتحر أقف منهم 22 موظفاً وخمسة سماسرة والاتهامات خطيرة من بينها تبيض الأموال عمين حكب بأموال بالمليارات كانت تأخذ صلبة من المواطنين أنا أعرف أقلها في ثلاث موظفين بتهم تبيض أموال اشتروا عقارات عديدة خلينا نقول وفي تهم كمان إثراء غير مشروع لقلون كان النائب زياد حوات قدم بإخبار يوم الاثنين يطالب فيه أن تشمل هذه التحقيقات المناطق اللبنانية كافة ما عم بيحصل لسببين يا إما ما فيه فساد بغير مناطق والتحقيقات بكرة تثبتها شيء صحتة أو غلطة يا إما فيه مناطق خرجة عن الإنون ومع أن البعض يتساءل عما إذا كان مطلوباً فتح ملفات على قاعدة 6 و 6 مكرر إلا أنهم لا ينكرون الظاهر والمعروف أن الفساد اللي كان موجود ببعبدة هو بزيته بالزلقى هو بزيته بجوني وبجبال وبصيدة وبصور وبالنبطية شوفي بصيدة ويحكى بأنه حتى السماسة كانوا عما يأمنوا مزوط للإدارة معقول يصير فعلاً في توقفات بصيدة وصور؟ بعتقد أنه فيه تدخلات سياسية تأخر هذه العملية ولو لا تأخر تطبيق برنامج التعاون التقني الخاص بمشروع التوأم الفرنسي اللبناني للشؤون العقرية الذي رصدت له هبة بنحو مليون ونصف المليون يورو كنا ربما تجنبنا السطو على المال العام طبعاً لو من البداية من سنة 2018 طبق المشروع كان واعد وكان ممكن يصير المواطن يسجل عقاره عند كاتب العدل ونتخلص من كل السلسلة المفروض فيها بالإدارة ليس سراً بأن ثمت من يسيطر على الدولة المركزية منذ زمن وهو يجمد أي مشروع إصلاحي لصالح إبقاء الوضع الرديء القائم وتغزية مصالحه ترجمة نانسي قنقر